اشتركوا في القناة 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 بتتزيد عليك المسؤوليات وبيزيد عليك الضغط وبيزيد عليك الالتزامات وبرضو بتزيد المصاريف حاول انه هذا الشهر عشان انت تدخر هذه الاموال اللي بتحصل عليها من عمل اضافي او من مشاريع او من صفقات تجارية او من اشياء خارجية انك تحافظ عليها بتقليل المصاريف شيئا ما يعني خلي مصاريفك على الاشياء الضروري وحاول انك تقتصد قليلا في موضوع المال اما بالنسبة للبيت الثالث بيت الدراسة والتنقلات والسفر القصير فبقولك هو ايجابي جدا خصوصا اول عشر ايام بدعمك بشكل قوي جدا تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك تقدر تدخل بنقاشات ومفاوضات وتنقلات كثيرة يعني لدرجة انه ممكن انك انت نقول انك ما رح تهدى من الاتصالات اللي عنده بكون امتحانات او مقابلة في خلال فترة الاسبوع الاول بتكون قوية جدا وبعد تسعتاش الشهر بتكون قوية اكثر حاول انك انت تستثمرها وتستفيد منها في منكو ممكن يهتم بموضوع العلاقة بالسيارات او بالاجهزة الخليوية او اجهزة الاتصالات اما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فهو ضاغط عليك بشكل كبير فحاول قدر الامكان انه بتتقلب هذه الضغوط مش كل شهر ضغط ولكن انه ايام كثيرة رح يكون فيها ضغط حاول انك تمسك عصابك اثناء التعامل مع افراد العائلة يعني ما في داعي للحدية او العصبية وما في داعي للتهور يعني بدك تمسك عصابك ممكن تهتم بصحة احد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي وبيت الحب وبيت الحضوض فبقولك انه في عندك فرص كثيرة للحب وللعاطفي خلال هذا الشهر ولكن في المقابل انه في ايام بيكون في عندك نوع من انواع العصبية مش كثيرة ولكن ممكن تحتد فيها او تعصب او تاخذ على بالك ما رح يكون فيها اشياء خطيرة على المستوى العاطفي ولكن برضو ما تهمل الحبيب وحاول انك تظلك تتواصل انتويا وخلي دائما يحس بانك انت جنبه اما بالنسبة للبيت السادس هو الاقوى تقريبا في الخارطة الفلكية فبشوف انا انه كثير عندك مجالات للعمل او اتصالات عمل او انجازات اعمال بشكل قوي جدا وخصوصا اول عشر ايام رح تنضغط بشكل كبير في مجال العمل في منكو ممكن يتكرم بهذا العمل في منكو ممكن ينقبل بعمل جديد او ممكن ينتقل من عمل لعمل على الارجح انه هو كل شيء الاعلاقة بالعمل رح يكون قوي خلال هذا الشهر اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فبقولك هنا بدك تدير بالك في هذا البيت انه رح يضغطك في كل شيء الاعلاقة بمجالات الشراكة رح يسبب لك نوع من انواع التوتر في ايام كثيرة لدرجة انه انت ممكن تفقد عصابك او سيطرتك او الثور على الشريك شريك مال او شريك عاطفة فبدك تمسك حالك قدر الامكان تحاول انه هالشهر يمشي على خير بدون مشاكل الحدية اغلبها يبتيجي منتقطعة يعني ساعات معينة في ايام معينة يعني مش في كل الشهر ولكن الغالب انه معظم الايام رح يكون فيها نوع من انواع الصدمات اما بالنسبة للبيت الثامن بيت الاموال الخارجية اللي بتجيك اللي ما بتعود لك اللي بتجيك يا اما من ميراث او من تعويض او من بنك كقروض او من مؤسسات حكومية كاستردادات من ضريبة او من تأمين فبقولك انه في فرص انه يجيك بعض الاموال هذا الشهر ولكن بالمقابل انها بتزيد عليك النفقات حاول انك تدخر وحاول انك انت ما تصرف باشياء انت مش بحاجتها اما البيت التاسع واللي هو تقريبا اغلب الشهر رح يكون ايجابي فهذا بيعتمد وبعطيك قوي على مستوى الاتصالات الخارجية على مستوى العمل مع الشركات الخارجية على مستوى الجامعات الامتحانات دراسة اللغات الهجرة تأشيرة السفر كل الامور هاي لها علاقة في البيت التاسع اللي عندهم قضايا قضائية هذا الشهر رح يشوفوا انه في تطور كبير رح يكون لصالحهم عشان هيك هذا البيت قوي جدا وبدعمكم بالحضوظ طول الشهر فعشان هيك ايش من اللي انا ذكرته الان اله علاقة في البيت التاسع يعني انا بقول لك انه كل الشهر ايجابي ان شاء الله تعالى اما بالنسبة للبيت العاشر واللي هو اله علاقة بالشركات الكبيرة فانا شايف انه مش كثير الفرص فيه ولكن برضو مش كثير السلبية فيه فعشان هيك كأنه عمل روتيني او امر روتيني انت بتنجزه بشكل روتيني فقط لا غير تعمل اللي عليك ولكن اللي اللي راح يطلع لك في بعض الايام هي نوع من انواع الحدية في التعامل مع بعض الزملاء او مع بعض رؤسائك في العمل حاول انك تمسك حالك عشان ما تصير مشاكل وهي المشاكل توصل لمرحلة انها تشوه من سمعتك اما بالنسبة للبيت 11 بيت الاصدقاء والعلاقات في ايام راح تلجأ فيها لبعض الاصدقاء او المعارف لدعمك في بعض الامور ولكن اللي انا شايفه اكثر وخصوصا اول اربع ايام او خمس ايام من الشهر واخر تقريبا نحكي اسبوع راح يكون الضغط كبير جدا عليك من هذا الباب لدرجة انه ممكن تدخل بمشاحنة او بملاسنة او تكتشف صديق يعني شخص متخفي في قناع صديق بحاول انه يستغلك او انه يستدرجك لشيء مش مزبوط او شيء لمصلحته او ينصب عليك حتى فبدك تكون حذر جدا وحاول انه انت ردد فعلك ما تكون بالعنف تكون بالعقل اكثر اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايفه انه تقريبا يعني متقطع لغاية اول اسبوع نتجوز اول اسبوع بعد الاسبوع لأول لاخر الشهر ايجابي جدا فعشان هيك رح يدعمك ويعطيك طاقة قوية جدا وحيوية وسرعة بديها عالية جدا لدرجة انك انت رح تكتشف اي شخص بدون ما يحكي بس مجرد ما انك تطلع فيه هيك رح تعرف ايش بده رح يصير عندك اهتمامات عالية جدا بالغيبيات رح يكون لك اه يعني شيء العلاقة بالاهتمامات بالامور الصحية وخصوصا مثل الفيتامينات او المكملات الغذائية او العشبية او اشياء من هذا القبيل رح تنجز كثير من الاعمال هذا الشهر وصحتك ان شاء الله رح تكون بخير هيك من نكون تهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء